بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلاب الصف الثالث الاعدادي بمدارس المنتزى الخاصة معكم مستر احمد رجب ان شاء الله هنكمل الثوابت النحوية الثوابت رقم تسعتاشر ان الاسم الواقع بعد ظرف الزمان او ظرف المكان خلي بالكم لمفوج تنوين يعرف مضاف الي زي قابلت صديقي بعد صلاة العشاء يبقى هنا بعد ظرف يبقى صلاة مضاف اليه مجرور وعلامة جره القصرى الثابت رقم عشرين الفعل المدارع ينصب اذا سبقه احد ادوات النصب اللي هي حرف النصب ان ولن وكي وحتى ولام التعليل ده اللي علينا السناد يعني زي مثلا ما اقول ايه لن يفلح الكافرون يبقى يفلح فعل مدارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة طيب اه في السابت واحد وعشرين الفعل المدارع يجزم اذا سبقه بادوات الجزم لم ولما ولام الامري ولن هي دول بيجزموا فعل واحد عندي بقى ادوات الشرط الجزمة اللي بتجزم فعل الشرط وفعل جواب الشرط بتجزم فعلين يعني ايه هي ان من ما مهما متى اين اينما حيثما ايان اي لما يقول لم ينجح المهمل يبقى ينجح فعل مدارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون طيب عندي علامات الجزم السكون وحصف حرف العلة اذا كان معتل وحصف النون اذا كان من الافعال الخمسة زي ما بينا قبل كده طيب نشوف نكمل باقي السوابت كده مع بعض يا سنة ثالثة لما يقول لي الافعال خمسة كل فعل مدارع تصلت به واو الجماعة زي المسلمون يطيعون يبقى يطيعين فعل مدارع مرفوع بتبوت النون لانه من الافعال الخمسة طيب لو مثلا يؤمنان يبقى مرفوع برضو بسبوت النون تؤمنين مرفوع برضو بسبوت النون يبقى اتصلت به واو الجماعة او الف الاسنين او يا المخطبة طيب ينصب بايه ينصب بحزف النون ودي علامة فرعية زي مثلا السعيان في الخير لن يندمى يبقى يندمى فعل مدارع منصوب بلن وعلامة نصبه حزف النون لانه من الافعال الخمسة طيب يجزم قال لي يجزم برضو بحزف النون يا فاطمة ايه لا تهمي لي واجبك تهمي لي فعل مدارع مجزوم بلا النهية وعلامة جزمه حزف النون لانه من الافعال الخمسة ليه لاتصاله بياه المخطبة ايه كمان في متصل مبني في محل جر مضاف اليه اعطيت الطالب حقه حق هنا الكلمة حق صح اللي اتصل بيه الها يبقى الها ضمير متصل بحق بلا هي بالاسم يعني يبقى في محل جر مضاف الي يبقى هنا حقه مفعل به ثاني والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه طب اي ضمير يتصل بالفعل يعرب في محل رفع فاعل ما عدا ايه كاف الخطاب وهاء الغيبة وياء المتكلم دولا يعرب ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقول فهمت النحو فهمت هذا فعل ماضي مبني على السكون اللي اتصل به هنا التاء الضمير متصل مبني في محل رفع فاعل هي دي اسمها تائل ايه الفاعل طب وكذلك ايه فهمنا يبقى النحو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل شاهدتوا امل شاهدتوا شاهدوا فعل ماضي مبني على السكون وتاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به لكن لو قلت فاطمة يحبها الجميع هنا الفاعل يحب فاعل مدارع مرفوع وعلامة رفعه الضم لكن الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به يبقى الهاء والياء والكاف ونائل مفعول تبقى في محل نصب مفعول به الجميع طبعا فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب المعلومة اللي جاية مهمة جدا السنة ثالثة اسم تفضيل زائد اسم نكرة منوى منصوب يبقى تمييز منصوب اسم تفضيل له على وزن افعل اعظم واكبر واصغر واشد واهم واعلى وهكذا لما قل مثلا محمد اعظم خلقا اعظم هنا اسم تفضيل على وزن افعل بعدها كلمة خلقا نكرة وفيها تنوين تبقى تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة يبقى خلي بالنا النكرة المنصوبة بعد وزن افعل تعرب تمييز مش افعل بس عندي قبل كده قلنا قرى وطابة وزادة وازدادة ونعمة وبئسة وملأة وامتلأة وفاضة وخير وشر لكن اهم حاجة عندي والمتكررة كتير وزن افعل زي المثال اللي احنا شايفينه طب الاسم الواقع بعد الاعداد ماشي او كناية العدد دي هناخدها في سنة وان شاء الله وبعد كامل الاستفامية وكامل خبرية وبعد الوزن والكيل والمساحة ده برضو بيبقى تمييز لما يقول مثلا ايه كام يوما في الاسبوع يبقى هنا يوما تمييز بتاع كام اللي هي الكامل الاستفامية يوما تمييز منصوب وعلامة نصبي الفتحة تمام كده يبقى نركز جدا في الحكاية دي لما يقول مثلا ايه معي ثلاثون جنيها يبقى جنيها تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة دي اهم السوابت النحوية وهنكملها برضو ان شاء الله فيما بعد طلاب الصف السالس السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة